أفاد مراسل التلفزيون المصري بهبوط طائرة كويتية تحمل مساعدات مقدمة من اليونيساف في مطار العريش محملة باللوازم الصحية وحاويات مياه وأدوات لتنقية المياه لتصل إلى الأطفال والعائلة الأكثر احتياجاً في غزة وأضاف مراسل التلفزيون المصري أن مطار العريش استقبل طائرة مساعدات كويتية تحمل عشرة أطنان من المساعدات ويأتي هذا بينما تستعد قافلة المساعدات السادسة في الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري حيث بلغ عدد الشاحنات المستلمة من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني 74 شاحنة